أعودكم عودة من جديد لعشرة صبح في الأهلي وعندنا النهاردة ماتش مهم جدا جدا أمام سيراميكا كريفاترا عايزين نتكلم عنه وعن كل تفاصيله وبالمرة كمان نتكلم عن كل التحديات اللي هتقابل وحتواجه النادي الأهلي إن شاء الله الفترة اللي جاية سواء محليا أو قريا كل الملفات دي هنفتحها مع ضفنا العزيز اللي بيسعدنا وبيشرفنا بوجوده الأستاذ جمال الزهيري الناقض الرياضي صباح الفل صباح الفل أستاذ كريم صباح الفل عليك يا أستاذ كريم منورنا ودائما من أستمتعب قراءة ربنا يخليك أنا بقى تابعك على طول والله ربنا يوفقك دائما إن شاء الله خلينا قبل ما نتكلم عن مشوار الأهلي في الدوري تحديدا في التلات مباراة الماضية عندنا النهاردة مباراة نقدر نقول أن هي مش سهلة أبدا أستاذ جمال ما بقاش عندنا مباراة سهلة ومباراة صعبة فريق سيراميكا فريق محترم عنده سواد محترم جدا يضم عدد كبير من العناصر المميزة النهاردة هل هي مباراة برضو التلاتة بوينت زي ما كلمنا عن مباراة المقاولين ولا مستنيين برضو أداء من النادي الأهلي النهاردة طبعا أهم حاجة تبقى التلاتة نقاط التلاتة بوينت دول مفيش خلاف يعني مش حنقدر نتناقش فيهم مش حنساوم يعني هم التلاتة نقاط وفي نفس الوقت عايزين الأداء طبعا يكون أفضل إنما أنا من وجهة نظري هو الأهم في المرحلة النادي الأهلي فيها حاليا الحصول على النقاط أستاذ جمال نستأذن حضرتك نروح طبعا زميلنا العزيز كريم أحمد من صندوق إقامة فريق النادي الأهلي يقول لنا يطمن على الرصيد فاروق زميلنا العزيز فاروق صلاح طبعا بينضمننا صباح الخير عليك يا فاروق بصبح عليك يا مريم وبصبح عليك يا كريم طبعا بصبح على أستاذنا الكبير الناقض الرياضي أستاذ جمال الزويري وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة طبقناتنا دلالي في كل مكان صباح الفجر طيب إحنا عايزين نعرف منك بقى إيه الأجواء وإيه اللي بيحصل وطب منك على الثلاث نقط يعني أكد على كلام الأستاذ جمال طبعا اللي يختصر المباراة في أن هي يعني عنوانها مباراة الثلاث نقاط أنت في مرحلة مهمة جدا أستاذ جمال طبعا أستاذنا وعارف قيمة هذه المرحلة مهمة جدا أننا حقق الثلاث نقاط يعني في كل الظروف في كل الأحوال أنا مطالب بتحقيق الثلاث نقاط الفريق الكبير هو اللي يقدر يجمع الثلاث نقاط في كل الظروف في كل الأحوال النادي الآلي قادر طبعا الحفاظ على بطولة الدوري وأيضا طبعا خلاص أنت يعني عندك مرحلة ودي المرحلة اللي كان محددة مستر مارسل كولر المدير الفني للنادي الآلي اللي بدأت من مباراة المقاولون العرب ثم اليوم مباراة سراميكا ثم إن شاء الله يمستبقى القادم مواجهة فريق الجونة مرحلة بثلاث مباريات مستر كولر هدفه الأساسي واللي نقلوا اللعيبة لإحراز التسعة نقاط في الثلاث مباريات قدرت اتحقق ثلاث نقاط في مباراة المقاولون العرب النهاردة إن شاء الله اللعبين يكونوا قادرين إن شاء الله على تحقيق الثلاث نقاط في هذه المباراة خلينا أقول لك كريم إن من بعد مباراة المقاولون العرب كان الفريق استأنف تدريباته سريعا استعداد هذه المواجهة كان التدريب اللي بعد المباراة كانت طبعا تعرف استشفى اللعبين اللي شاركوا فيه المباراة إلى جانب طبعا يعني بعض اللي بيبقى فيه توازن في الأحمال بالنسبة اللعبة اللي ما شاركتش فيه المباراة ثم منح مستر كولر اللعبين أجازة لمدة 24 ساعة واستقنب تدريباته بالأمس على ملعب مختار التش تدريب يعني تقدر تقول غلب عليه كتير جدا من النواحي الخططية خاصة أنك هتلعب أمام خصمة يعني أكيد الأستاذ جمال يعني هيستفيد في هذا الأمر معهم مدير فن محترم وهو الكابتن أيمن الرمادي معهم فريق وعناصر مميزة جدا وعناصر شابة وعناصر وعيدة شفناها في المباراة الأخيرة قدرت أنها تفوز على فريق برامة زبادة فيهن مقابل الأشياء مستر كولر تكلم مع اللعبين في المحاضرة الفنية على ضرورة يعني غلق المساحات أمام فريق السيراميكا ضرورة استغلال أنصاف الفرص ودي من النقاط اللي مستر كولر في كل محاضرة يعني في كل محاضرة يعني أستاذ جمال يعني من الأمور اللي بيتكلم فيها طبعا دايما بنشوفه في قناة الليلالي إن إهضار الفرص ومسلسل إهضار الفرص مستر كولر بيأكد مع اللعبين على ضرورة استغلال أنصاف الفرص وبيضرب الأمثال إن دايما المبارات بتحسن على التفاصيل البسيطة من هذه الفرص ثم بعد المحاضرة طبعا اللي أكد مستر كولر على اللعبين على ضرورة الانتصار وتحقيق النتيجة إيجابية في هذه المبارات انترك المران زي ما قلنا شمل بعض الجانب الخططية بيحاول مستر كولر يستغل العناصر اللي بتقدر يعني عملية التزديد من خارج منطقة الجزاء اللي كان بتقلق فيها طبعا شوفنا في التدريبات الأخيرة اللعب إمام عشور بيدي تعليمات وبيدي يعني أفضلية شوية للعيب خط الوسط فيه التزديد من خارج منطقة الجزاء وأيضا استغلال الكرات الثابتة النادي الآلي طبعا بيستعيد في هذه المباراة خدمات اللعب أكرم متوفيه واحد من العيبة المهمة جدا اللي شوفنا دوره وأداءه ورجلته فيه مباراة ماميلودي سانداونس أيضا نهاردة النادي الآلي بيستعيد ده كريم ندفد واحد من العناصر المهم لأنه ممكن ياخد يعني جزء من المشاركة في هذه المباراة إلى جانب كريم كريم فؤاد أيضا وعودة محمد عبد المنعم وعودة الكابتن محمد الشناوي كقائد للنادي الآلي وحارس المرمى يعني من المنتظر متوقع النهاردة يقود ويحمي عارين للنادي الآلي إلى جانب طبعا عودة محمد عبد المنعم مع استمرار طبعا يعني فكرة ميستر كولر فيه الدفع بيه اللاعب أنتوني مودست ودي يعني من الأمور المهمة جدا اللي ميستر كولر حريس عليها عايز أقول لك أن هذه الأمور بالنسبة للعبين اللي احنا لمسينه النهاردة في مقر إقامة الفريق فيه تركيز شديد جدا من اللعبين خلاص بيقافلوا صفحة خلاص الجانب الإفريقي ومبارات ماميلودي سانداونس عندنا تركيز فازي المرحرة إن شاء الله اللعيبة اللي احنا لمسينه هنا في مقر إقامة اللعبين إن شاء الله يعني نكون مردود إن شاء الله خلال التسعين ديه في المبارات اللي هتنطلق فيه تمام لساعة الرابعة على أستاذ اللي مقولون العرب طبعا يا كريم أنا عايز أقربك أكتر طبعا وقرب مريم وقرب أستاذ جمال الزويري من الجانب الآخر من جانب فريق السيراميكا والكابتن أيمن الرمادي اللي في تدريباته بالأمس شدد على صعوبة مواجهة النادي الآلي وإن النادي الآلي بأي 11 ناعد يقدر يحقق النتيجة جابية ويحقق الانتصار كلم مع اللعيبة على غلق المساحات أمام لعيب النادي الآلي وضرورة التركيز في الكراء في الكرات الثابتة وخلينا أقول لك برضو من الكواليس أو من يعني من التمرين الأخير التشكيل اللي هيلعب به فريق السيراميكا ذي المبرى هيكون محمد بسام في حراسة المرمى هيكون قدامه اتنين مساكين أحمد رمضان بيكم ورجب نبيل في اليمين أحمد هاني في الشمال محمد شكري اتنين في دائرة المنتصف محمد عادل وصديق أجولو قدامهم مسلس مكون من ثلاث لعبين محمد إبراهيم وإحمد القندوسي واللعب محمود الزلاكة خلف رأس الحرب اللعب جون إبوكا النهاردة تقم تحكيمة يكون لذي المبرى بقيادة الكابتن عبدالعزيز السيد هيعونه يوسف البساطي مساعد أول الهشام الدسوئي حكم المساعد الثاني حكم الرابع هجام محجوب واثنين على تقنية ألفار محمد الحنفي ومحمد علاء هاشم إن شاء الله كل التوفيق للنادل آلي في هذه المبرى أنا موجود معاك يا مريم موجود معاك يا كريم موجود طبعا مع أستاذنا وأستاذ جمال الزهري لو فيها أي استفسار أو أي تساول الله يعني فاروق كان عادة الحقيقة وكان هذا ينطبق عليكم على كل زملائنا يعني أنتم بتجاوبوا على الأسئلة قابلة حتى من اترحب بسم الله إن شاء الله دايما معلوماتكم يعني وفيرة يحقق لنا كل الأماني غير لو أستاذ جمال عبدو أي سؤال لا الحقيقة والله بجد أنا دايما بمستمتع بالرسائل بتاعت مرسلنا حقيقي إن هم بيغطوا كل الأسئلة قبل أن نسألها طبعا كل التوفيق يا فاروق شكرا جدا يا فاروق طبعا شكرا جزيلا طيب هل حضرتك شايف إن فيه أمور معينة لازم تتخذ في الاعتبار وتتحط في الحسبان الفترة دي بعد ما للأسف الشديد نتيجة ملبسات كتير اتكلمنا فيها وقتلناها بحثا قبل كده إن في حوالي شهر ونص أو شهرين إحنا فقدنا بتلطين إنعكاس هذا الأمر على لعيبة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفاني والإداري شايفوا حضرك ممكن يكون وصل لدرجة شوفوا فعلا إحنا فقدنا بتلطين في فترة قريبة جدا لكن كنا ما كناش سيئين قوي يعني ما كنتش سيئ لدرجة إن أنت تقول إيه أنا خسرت لإني وحش لأ أنا شايف إن مباراة اتحاد العاصمة اللي هو البطولة الأولانية اللي هي السوبر الأفريقي فريق النادي الأهلي كان كويس ما كانش وحش قوي هتبقى مشكلتك الأساسية هي إضاعية الفرص زي ما تفضل فاروق وأكد على الكلام اللي إحنا بنقوله وده اللي بيقوله ميستر كولر نفسه إضاعية الفرص السهلة جدا النقطة دي إحنا عنينا منها في البطولتين بالضبط وهي نفس السيناريو اللي تكرر في مباراة سينبا ومباراة سانداون اللي هو إيه إن أنت ماشي معقول لكن بتيجي في الحسم الحسم ده مهم جدا عشان كده لما مارين بتسألني هي مباراة ثلاث نقط ولا أداء رقم واحد الثلاث نقط أو يعني في الفوز يعني يعني أنا لما أكسب وألعب مش حلو قوي أحسن لي لأن أنا ممكن أأخذ البطولة بأداء متوسط بس أخذ البطولة في ناس مثالت تتردد العبارة دي في الفترة الأخير أن في مباريات معينة يعني تلعب ولا تلعب تكسب ولا تلعب فعلا وهي دي على فكرة هي كرة القدم على طول أنت مش بتتحاسب على الأداء أي بس الجمهور مستني منك يعني إلى جانب أنها تكسب عايز يستمتع بأداء معلش لكن الجمهور كمان مستني أن أنت في بطولات معينة يعني مثلا ممكن الأداء ده يبقى في الدوري على مدى فترة زمنية طويلة إنما في بطولات بتسميها أنت مهام خاصة أنت طالع في مأمورية تاخد اللقب وتيجي مش مهم بقى ده اللي عملوا معنا واللي إحنا كنا بنعمله على طول اللي عملوا معنا اتحاد العاصمة هو عارف كويس قوي أنه هو بيلعب النادي الأهلي بمستوى إيه تاريخه إيه فهو بيلعب حذر جدا يخطف هدف وينام على الهدف ده بس ما هو مش عايز أكتر من كده فإحنا كنا أسادزة في ده يعني أنت أستاذ في أن أنت السنة اللي فاتت في نهاية أفريقيا بتلعب مع الوداد على الأساس ده أنك أنت تحقق أفضل نتيجة اللي هي تديك اللقب يعني معلش يا فرحتنا أنك تلعب حلو قوي قوي وتخسر ولذلك أنا بقول إن هي بتقلل شوية من غضبة الجمهور والله يبص الجمهور آه طبعا أنا معاك الأداء بيبقى حلو بس هترجع في آخر اللقاء تقول إيه آه والله إحنا لعبنا كويس بس خسرنا فهي نفس نفس الزعلة يعني بس يمكن النقطة يا أستاذ جمالي بتكلم عليها كمان فكرة الأداء يعني مثلا مطش المقاولين نعم اتكلم كولر في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة عن فكرة عدم التركيز كان ممكن يضيعنا المطش في آخر دقيقة طبعا طبعا فكرة إن إحنا نتعادل وقال إن إحنا كان ممكن نخسر كمان فبرضو الأداء هنا بيبقى مهم جدا علشان ما نفقدش المباراة في آخر الدقائق هو الأداء أصله فيه كلام كتير على الأداء الأداء اللي يحقق لك الفوز ولا الأداء الجميل اللي بلا هدف لا هو الأداء اللي يحقق لك الهدف اللي انت عايزاه فمثلا في مباراة المقاولين زي ما قال ميستر كولر وأنا متفق تماما مع ده إن انت لو محمد هاني ما جابش الجون في التوقيت ده كان ممكن المقاولين يتعادل والموقف يتأزم ما هي أصلاها محسوبة وعشان كده بنقول إن الفرص الضائعة بتزيد من صعوبة موقفك عشان كده بنقول إيه دايما الفريق اللي بيضيع بيستقبل يعني انت ممكن تضيع فرصة ده حصل في مباراة سان داونز إن انت مش قادر تجيب جون وبعين يجي فيه جون أو أي شيء أو ما تجيبش قادر تجيب جون فبيصيبك اليأس بعد فترة معينة المنافس مش عايز أكتر من كده وخلاص وطالما هو وصلك لمرحلة إن انت يعني الجون دا مثلا ما فيهوش فلسفة يعني فيه لعبتين بجون وخبالة غير بقى ان انا مثلا تجيلي كورة في المكان دا ووقف أفكر محمد هاني مثلا وأخش يمين وأخش شمال خلاص كل المنافس بيبقى عامل حسابه وبيرتب بيعيد ترتيب صفوفه في خلال الثواني اللي هو بيعمل فيها كده فعشان كده بنقول إضاعة الفرص السهلة بتصيبك بالإحباط عشان كده بتمنى إنه دائما نبقى عاملين حسابنا هم جزئيتين مهمين جدا في كل الماتشاط إن انت تلعب من أسهل نقطة تجيب هدف ثانيا لو حصل الله قدر الله إنك مقدرتش تجيب ما تستقبلش ولذلك بيبقى دايما الاتحدي اللي قدامك انت تأخرت في إحراز هدف ده ممكن يصيبك بإحباط فممكن أي هجمة مرتدة لو أنت لو المدافعين نسيوا أو كل اللعبة نسيت الواجبات الدفاعية فحييجي فيك هدف ولذلك طبعا هو ده مش طبع اللعب أو مش طبع النادي القالي يعني النادي القالي ما بيقعش في الأخطاء دي كتير ممكن يكون ده حصل في البطولتين السابقتين رغم إن انت بقولك واقف على رجليك ما انتش يعني عفوا يعني مش فريق منهار وتغلب فخلاص الناس هتسكت لا انت بتبقى زعلان لأن انت بتلعب مباراة وبتقدي واجبات بيفوتك حاجات صغيرة وكان عندنا دافع يا أستاذ جمال خارجين من موسم إستثنائي خمس بطولات مثلا مفيش أقوى من كده دافع الحقيقة كان موسم قوي جدا كان دافع الحقيقة نفسي ودافع معناول اللعيبة إن هم يكسبوا أول بطولات بالضبط يعني انت قفل الموسم اللي فات وعندك أكبر دافع ممكن يبقى قدام أي لعيبة إنك واخد كل البطولات هو دافع بس ولا دافع وساعات بياخد شكل الضغط هو ممكن يتحول إلى ضغط عكسي لكن الطبيعي أنه هو يديك ثقة ما يديكش ثقة زيادة ما يديكش ثقة زائدة التي تؤدي إلى الغرور إلى الخسارة إلى فقدان هذه الألقاب إحنا ما زلنا الحمد لله يعني أنت ما زلت في المربع اللي برضو عندك البطولات الأساسية بتاعتك موجودة طبعا أنت عندك لسه الدوري أربع أو خبس بطولات آه عندك الدوري العام دوري أبطال أفريقيا كأس مصر كأس العالم للأندية طبعا عندك بطولات يعني منتش خلاص الموسم مش منتاش كنا نتمنى أو نفضل طبعا أننا نبدأ الموسم بالبطولتين دول طبعا وأنا بزعل قوي على البطولات اللي هي المتناول اللي هي وان شوت يعني يعني بطولة من مباراة طبعا مثلا أخسرها ليه صحيح أخسرها ليه لازم أركز كل جهدي في أني أكسب هذه البطولة اللي يترتب عليها زي ما مارين بتقول أننا أو زي ما حدك بتقول أن البطولة بتولد ثقة فأنا ليه أفقد نفسي وخاصة أننا المنافسين بتوعي أن احنا ادينا لسان داونز ولنا الحق برضو ولهم الحق شوية أكبر من حجمه بمعنى النتيجتين السابقتين التقال كانوا مأسرين مأسرين أنت راح تلعب معاهم وانت مبدئيا خايف فالخوف ده ترتب عليه مبالغة في الحزر طبعا وطبعا المبالغة في الحزر يعني ممكن تبقى موجودة لجزء من الوقت مش الوقت كله يعني أنت لما تقف على رجليك والوقت يعدي وكان في إيدك أنت خلاص قدرت تتقفل مناطق الدفاعية بتاعتك والحمد لله لم يدخل مرماك أهداف كتير هدف عادي جدا يحصل في أي مباراة لكن أنا بعذورهم لأنه الضغوط كانت شديدة ولمؤخذة يعني الناس الشامتانين قاعدين مستنيين في ناس قاعدة مستنياك طبعا نشوف بقى مع أن أنت ناسي أنت المنافس هو مش موجود أصلا هو مش موجود أصلا أو اتغلب هزيم أكبر من كده يعني يعني بس إذا دي بقى طبيعة الأمور في البطرة هي كده بس إحنا بنقول على إيه؟ إحنا بنقول على إنه في ضغوط كبيرة جدا كان اللعيبة مسافرة بيها لكن سيمبا مثلا أنت ما فيش عذر أن أنت ما تكسبوش طبعا لأن أنت الأفضل فعلا وهو بعد كده أتغلب بين في الدوري المحلي خمسة من يعني يعني ما هواش البوعبوع يعني يعني المبالغة يعني أقصد بتبقى أكتر من اللي أنا عايز أستأذر حديك بس نقف عند النقطة دي ونتلعى فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام صدر نسم كاملين كلامنا طبعا مع نقدنا الكبيرة الأستاذ جمال الزهيري في كل الأمور والتحديات اللي بتنتظر النادي الأهلي سواء محليا أو قريا ويمكن قبل الفصل كنا نتكلم عن مواجهة اليوم يا أستاذ جمال أمام سراميكا كليوباترا هل شايف أنه كولر يكمل على الأداء المباراة المضاية طبعا نحن عارفين النهاردة عدد كبير جدا من العناصر الأساسية هتعود مرة أخرى لمباراة اليوم ولكن شفنا المباراة المضاية أمام المؤولين فكرة تسع تبديلات أو تغييرات شفناها كان برضو مفاجأة بالنسبة الناس كتير جدا أطاح بعدد من الأساسيين ويمكن ده خلى أن النادي الأهلي أو سكواد النادي الأهلي خلاص ما بقاش فيه حد أساسي وحد احتياطي وده اللي غالبا عايز ينفزه كولر خلال الفترة اللي جاي هو طبعا لأن النادي الأهلي عنده بطولات كتيرة ومتلاحقة فبالتالي دايما سياسة ميستر كولر أنه هو يعمل عملية التدوير بحيث يبقى كله جاهز يعني كل اللعيبة جاهزة ونشوف أحيانا لما لعيب يغيب ماتش بيزعل أو يخرج من ماتش بيزعل مع أن ده مع أن ده مليش منطقي لأنه وضع طبيعي إذا أنت زعلت أنك خرجت طب أمال اللي قاعد بقى فترة أطول يعمل إيه يعني يعني خلي دايما عندنا الفهم بتاع قصة أن أنت الأساسي زي أحيانا البديل بينزل يخلص الماتش تحصلت كتير بالضبط فورينا أي حد يعني اللعيبة كلها ووريني شطرتك لما تشترك إن شاء الله عشر دقائق ربع ساعة شوفنا الحارتك تقوله ده مصطفى شبير على رغم أنه غايب بقى له لكن بينزل حقيقة جاهز ومتضرب وزهنيا حاضر وده شيء كويس جدا فنقول بقى بالنسبة لمسألة التدوير بالعكس يعني بعض الناس كانوا بيلوموا على مستر كولر أنه التدوير أكتر من العادي يعني يعني مفووض يبقى فيه تثبيت للتشكيل وبعض الناس دي مدرستهم دي مدرستهم وتدوير لبعض العناصر تدوير لبعض العناصر ولبعض الوقت مش كل الوقت يعني ما يبقاش عندك تغيير دايما في التشكيل التغيير يبقى في حدود لكن هي دي طريقته ونجحت الموسم اللي فات فيه ناس كان لها تحفوظات في مباريات بعينها يعني فيه فيه ماتشات معينة فيه ناس من الجمهور شافوا أنه مش وقت تدوير دلوقتي سبت لنا التقايل بتوعنا ما نعشان كده ما نعشان كده بقول لحضرتك إيه أنه فيه بعض الناس وجد نظرهم أن التدوير بشكل مستمر ممكن يكون مشكلة يعني يعني يضر أكتر يعني بيقضي على التجانس على يعني اللعيبة التفاهم لكن برضو اللي ما يعرفوش الجمهور أنه فيه لعيبة بتبقى ممكن مصاب طب ما يقدرش طب ما احنا شوفنا اللي اتنين قلب الدفاع فترة طويلة استمر محمد عبد منعيم ورامي ربيعة رغم أن الفترات السابقة رامي ربيعة ما كانش هو اللي موجود يعني إذن وبعد كده رجع ياسر إبراهيم يعني عايزة أقول إيه أنه ممكن الناس تبقى شايفة من برا وبعين بينه وبينك أنت لو ديت السكوات بتاع النادي بتاع الأهلي أو بتاع أي فريق للجمهور كل واحدة هيعمل تشكيل اللي هو عايزه طبعا فيعني مش حنستكتر ده تشكيل بخطة اي مش حنستكتر على المدير الفني المسؤول أنه هو اللي يختار هو بالمناسبة يا سيد جمال وأنا هنا مش بتكلم على مطولة معينة أنا عايزة يعني أعرف بشكل عام بشكل عام لأداء النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي في الموسم الحالي بالمقارنة بالموسم اللي فات وبين قوسين كده أخدم في الاعتبار العناصر اللي الفريق عندنا اتطعم بيها في الفترة الأخيرة زي رضا سليم زي موضس زي مام عشور طبعا معكسات وجودهم على الشكل العام للنادي طبعا إمام عشور أثبت بما لا يدع مجال الشك أنه إضافة إضافة قوية جدا لعيب فكره عالي جدا برضو لما يغيب مفروض ما يقلقش مفروض يبقى جاهز ويتضرب وكده رضا سليم في الفترة اللي اشترك فيها كان كويس جدا موضس لأ لسه محتاج طبعا ما فيش كلامه وما فيش خلاف على كده مش أنا الواحد اللي بقول الناس كلها بما فيهم المدير الفني مظبوط أستاذ جمال دي نقطة مهمة قوي موضس زمالنا العزيز فاروق صلاح طبعا ذكر أنه هو موجود في التشكيل الأساسي دي لتاني مرة على التوالي بيدفع به كولر المباراة الماضية كان لمدة 90 دقيقة النهاردة ممكن برضو نشوفه طوال المباراة بنتكلم هنا بقى أستاذ جمال عن فكرة كولر أنه هو مش بيستمع للانتقادات اللي ممكن تتوجه للاعب بعينه وبيكمل في رؤيته الفنية علشان يمكن عايز يثبت للجمهور حالة تانية وبعدين إيه المانع أنه هو يشترك وياخد فرصته قبل محكم عليه نهائي يعني آه هو في فترة الأولى أول ما جاء الأجزاء من المباراة اللي اشترك فيها كان بين أنه هو بعيد المباراة الأخيرة لعب 90 دقيقة لعب 90 دقيقة وكان أفضل بكتير من المتشاط اللي لعبها قبل كده لكن برضو مفيش منع أنه يديله فرصة 2-3 عشان يبقى الحكم حتى عليه حكم سليم بالنسبة بالمباراة النهاردة طبعا واضح أن السراميكا كيلو باترا مستعد بشكل قوي جدا بقيادة أيمن الرمادي للقاء الأهلي وطبعا الأهلي أكيد مستعد تماما ويعلم جيدا أنه فريق سراميكا كيلو باترا مش سهل ويمكن فاروق وكمان بس سام دايما بيعمل موطشات كبيرة قدام النهائي الأهلي دايما من أذكر النقطة دي فاروق صلاح لسه بيقول إيه أنه قالنا التشكيل المتوقع هو نفس التشكيل اللي لعب قدام بيراميدز اللي بدأ به أيمن الرمادي أمام بيراميدز هو بالزبط يعني من أول هل تقصد من أولين لا لا يكلم على سيراميكا آه أوكي آه التشكيل لا أنه هو التشكيل اللي لعب به سيراميكا هو اللي سيبتدي به قدام النادي الأهلي فطبعا ده معناه أنه هو شايف أن المجموعة دي نجحت أمام بيراميدز ويريد أن يضعها في موقف آخر قدام النادي الأهلي وطبعا الأهلي لازم يعمل حسابه أكيد لهذا الأمر ومية في المية طبعا عنده جون إيبوكا ده اللاعب الأفريقي الجامد جدا وأحمد القندوسي المعار من النادي الأهلي برضه أدى وأحرز في مباراة بيراميدز وعنده بقى ومحمد بسام زي ما حالك قلت بيبقى غالبا موفق يجب طبعا أنه السكوات بتاع النادي الأهلي إن شاء الله يقدر يحقق ولذلك من البداية أنا بقول أن الفرص الضائعة لا مكان لها خالص بصراحة يعني إن شاء الله بإذن الله أي فرصة هي اللي هتقلب الماتش إن شاء الله منشوفش في ماتش النهاردة ولا في الماتشات اللي جاي إن شاء الله لا أي فرصة يعني أي هدف هتحرزه هو اللي هيخليك راكب الجيم مظبوط جدا بالجملة الفرص الضائعة لا مكان لها هنختم كلامنا النهاردة لا مجال الفرص ولا مجال العجمات المرتدة ولا الماتشات اللي جاي إن شاء الله نهارة شكرا جزيلا شكرا جزيلا وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا بكل مكان وأتمنى لكم ويكي أندي سعيد إن شاء الله نشوفكم على خير يوم الحل سلام